اشهد فخامة الرئيس جاير بولسنارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بالعلاقات الاقتصادية المتميزة القائمة بين البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية المبنية على الثقة والتفاهم فيما بينهما واعرب الرئيس البرازيلي عن تطلع بلاده الى تنمية وتدعيم مختلف اوجه تعاون الاقتصادي مع البحرين فيما يخص القطاع التجاري المتبادل بقطاع التعدين والمياه والثروة الغذائية مؤكدا على ما تتميز به البيئة الاستثمارية في البرازيل من محافزات وتسهيلات عديدة واقتصاد مفتوح متطلعا لتحقيق عوائد اقتصادية من خلال بحث فرص الشراكة والتعاون التجارية واستقطاب الاستثمارات بالاخص في البنية التحتية والسياحة بدوره اكد رئيس غرفة التجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد الغرف الخليجية السيد سمير عبداللناس على ما بذلته مملكة البحرين لتطوير العلاقات البحرينية البرازيلية وذلك ضمن مبادرات جلالة الملك المفدى وسموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعد ان تم الاعلان في شهر ريسمبر الماضي بمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وبتعاون مع السفارة بمملكة البحرين بالبرازيل عن تدشين اعلان مملكة البحرين في امريكا الجنوبية انطلاقا من جمهورية البرازيل الاتحادية جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية القاها رئيس غرفة البحرين في افتتاح اعمال المنتدى البحريني البرازيلي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي عقد يوم امس بحضور فخامة الرئيس جاير بورسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية حيث تم على هامش المنتدى توقيع مذكرتي تفاهم للمساهمة في تطوير التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة التجارة العربية البرازيلية ومذكرة تفاهم اخرى بين غرفة تجارة العربية البرازيلية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تضع اطار تعاون بين الجانبين لتوحيد الجهود الرامية لتحفيز العمل التجاري ترجمة نانسي قنقر